أما على مستوى السلح فقد سيطر اللون الأخدر على أسعار الطاقة والعملات الرقمية واستنخفاض معظم المعادن النفيسة وارتفعت أسعار النفط بنسبة بلغة 0.40% يسجل سعر العقودة الفورية لخام برينت 91.35$ للبرميلة الواحد ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الاثنين واستترقب الأسواق لتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط بعد جولة لوزير الخارجي الأمريكي أنتونيو بلينكين في دولة المنطقة لبحث صبل التهدئة أما على مستوى المعادن النفيسة فقد انخفضت أسعار الذهب عالميا خلال تعاملات اليوم ليهبط سعر المعدن الأصفر بنسبة 0.30% عند 1928$ للأوقيع وترجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم بعد أن شهدت أكبر وطيرة ارتفاع يومية خلال سبعة أشهر في ختام تداولات الأزوع الماضي بدفع من أقبال المستثمرين نحو الملازات الأمنة إثر التطورات الجو سياسية في الشرق الأوسط وعلى صعيد العملات الرقمية فقد سجلت مكاسب جماعية اليوم وارتفعت عملة البيتكوين بنسبة بلغت 3.60% لتغلق فوق مستوى 27 ألف دولار وارتفعت أسعار العملات المشفرة خلال تداولات الاثنين وسط تفاؤل الأسواق لزاء احتمالات موافقة الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة على إطلاق صناديق متداولة لعملة البيتكوين في البلاد ترجمة نانسي قنقر